بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة مرحبا بكم في سلسلة دروس مادة علوم الأرض والفضاء واحد واحد معنا في هذا اليوم في لغة الإشارة لأستاذ عبد السلام المغيني في البداية أعزائي الطلبة دعونا نستذكر ما تم دراسته في الدرس السابق بسم الله وعلى بركة الله في الدرس السابق في الصفائح الأرضية وآثارها تطرقنا إلى الفكرة العامة وذكرنا بأن تحدث معظم الأنشطة الجيولوجية عند حدود الصفائح أما بالنسبة في انجراف القارات حينما تطرقنا إلى الأهداف ذكرنا بأن تتعرف أو تتعرف الأدلة التي جعلت العالم فاغنر يقترح أن القارات قد تحركت وتناقشي أو تناقش كيف دعم دليل المناخ القديم فرضية انجراف القارات وأن توضح أو توضحي لماذا لم تحظى فرضية انجراف القارات بالقبول في البداية بعد ذلك تطرقنا إلى مراجعة للمفردات وذكرنا الفرضية ما هي إلا تفسير لموقف ما قابل للاختبار بعد ذلك تطرقنا إلى المفردات الجديدة وذكرنا الانجراف القاري والبانجيا الفكرة الرئيسة في انجراف القارات ذكرنا بأنها تدل جيولوجية القارات وأشكالها على أنها كانت متصلة معا يوما ما في الملاحظات القديمة ذكرنا بأنه أول من اقترح فكرة تغير المعالم الرئيسة للأرض هم رساموا الخرائط بعد ذلك ذكرنا بأنه في نهاية القرن الخامس عشر لاحظ رسام الخرائط الهولندي إبراهام أورتيلوس تطابقا ما بين حفات القارات على جانبي المحيط الأطلسي بعد ذلك اقترح أن القارتين الأمريكيتين الشمالية والجنوبية قد انفصلتا عن قارتين أوروبا وأفريقيا وذلك بسبب الزلازل والفيضانات بعد ذلك تطرقنا إلى بأنه أول من اقترح فكرة حركة القارات العالم الألماني ألفريد فاغنر في فرضيته العلمية التي قدمها عام 1912 إلى أوساط العلمية آنذاك في الإنجراف القاري طور العالم فاغنر فكرة تسمى بالإنجراف القاري وقال بأن القارات كانت مجتمعة معا في قارة واحدة ضخمة القارة الأم أو الأصل وأطلق عليها البانجيا واقترح أن هذه القارات بدأت في الانقسام قبل 200 مليون سنة وهذا الشكل يوضح لنا مراحل حركة القارات قبل 200 مليون سنة إلى ما أن وصلت عليه في وقتنا الحالي بالإضافة إلى الأسهم اللي باللون الأصفر تشير إلى اتجاه الحركة بعد ذلك أدلة فاغنر على الإنجراف القاري ذكرنا بأنه يعد ألفريد فاغنر أول عالم قدم أكثر من دليل ومن خلال هذه الأدلة على تطابق شواطئ القارات على جانبي المحيط الأطلسي قد جمع أدلة صخرية ومناخية وحفورية في التكوينات الصخرية ذكر فاغنر بأنها تكسرت تراكيب جيولوجية ضخمة منها السلاسل الجبلية بسبب انفصال القارات وتباعدها كذلك عثر فاغنر من خلال الأحافير لأنواع مختلفة من الحيوانات والنباتات التي كانت تعيش على اليابسة وتنتشر انتشاراً واسعاً في القارات ومثال على ذلك أحفورة الميزوسورس حيث ذكر فاغنر بأن هذه الأحفورة هو نوع من الزواحف كان يعيش في المياه العذبة فقط وغير قادر على السباحة مسافات طويلة في مياه المحيط المالحة أيضاً من خلال المناخ القديم استطاع فاغنر أن يحدد المناخات القديمة من خلال دراسة الأحافير وتحديداً من خلال أحفورة الجلاسة بيتروس وهي أحفورة لنبات سرخسي بذري يشبه الشجيرات الصغيرة حيث عثر عليها في أماكن متعددة منها أمريكا الجنوبية والقارات القطبية والجنوبية والهند وكذلك بالنسبة في المناخ القديم ذكر فاغنر لأن هذا النبات أو نبات هذه الأحفورة يعيش في مناخ معتدل والأماكن التي وجدت فيها أحافير هذه النباتات قريبة من خط الاستواء استنتج من ذلك كلها أن صخور هذه الأماكن التي تحوي أحفورة هذا النبات لا بد أنها كانت متصلة معاً يوماً ما في مكان معتدل المناخ بعد ذلك تطرقنا إلى التوضعات الفحم الحجري وذكرنا بأن الصخور الرسوبية توفر أدلة على البيئة والمناخ القديمين فقد وجدت توضعات من الفحم الحجري في القارة القطبية الجنوبية وحيث أن الفحم الحجري يتكون من تراكم نباتات قديمة في مستنقعات المناطق الاستوائية وأن وجود طبق من الفحم الحجري في القارة القطبية الجنوبية يدل دلالة قطعية على أن القارة القطبية الجنوبية كانت تقع على خط الاستواء أو قريبة منه في الزمن البعيد أيضاً بعد ذلك تطرقنا من خلال الترسبات الجليدية ذكرنا بأن الترسبات الجليدية التي وجدت في أجزاء من أفريقيا والهند وإستراليا وأمريكا الجنوبية التي يعود عمرها إلى 190 مليون سنة دليلاً مناخياً آخر على انجراف القارات وقد اقترح فاقنر احتمالي لتفسير الترسبات الجليدية الأول أن القطب الجنوبي قد غير موقعه الثاني أن هذه القارات كانت في موقع القطب الجنوبي وغيرت مواقعها وقد رجح فاقنر الاحتمال الثاني وهو أن القارات هي التي جرفت بعيداً لا أن محور الأرض هو الذي غير موقعه بعد ذلك أعزائي الطلبة في درسنا لهذا اليوم قصور فرضية الانجراف القاري في هذه الجزئية تحديداً سوف نتعرف لماذا لم تقبل فرضية الانجراف القاري لفاقنر في ذلك الوقت عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة لدينا هنا سؤال للتفكير لماذا لم تقبل فكرة الانجراف القاري في المجتمع العلمي آنذاك كانت الفكرة السائدة عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة في المجتمع العلمي في مطلع القرن العشرين أن قيعان المحيطات والقارات هي معالم ثابتة لا تتغير مع الزمن مما جعل فاقنر يواصل رحلاته والسفر إلى مناطق نائية لجمع المزيد من الأدلة التي تدعم فكرته على الرغم من أنه حصل على مجموعة قيمة من البيانات إلا أن فكرة الانجراف القاري لم تقبل في المجتمع العلمي آنذاك وقد واجهت فرضية الانجراف القاري مشكلتين رئيسيتين منعة قبولها أولا لم توضح على نحو المقنع القوة التي يتطلبها دفع الكتل الكبيرة من القارات ونقلها مسافات بعيدة وقد أفاد فاقنر أن دوران الأرض حول نفسها قد يكون هو القوة المسؤولة عن ذلك بحسب اعتقاده غير أن الفيزيائيين بيّنوا أن هذه القوة لا تكفي لتحريك القارات ثانيا تساءل العلماء عن آلية حركات القارات حيث اقترح فاقنر أن القارات تحركت فوق قيعان المحيطات الثابتة وكان يعتقد في ذلك الوقت أن الوشاح أو ما يعرف بالوشاح ستار الأرض الذي يقع أسفل القشرة الأرضية صلب فكيف تتحرك القارات عبر شيء صلب أيضا عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة بسبب عجز فرضية انجراف القارات في الرد على هذين السببين تم رفضها في ذلك الوقت أيضا غير أن التقنية الجديدة منذ مطلع الستينات كشفت عن المزيد من الأدلة حول كيفية حركة القارات فبالتالي مما جعل العلماء يعيدون النظر في أفكار فاقنر فقد أدى إعداد الخرائط المتطورة لقيعان المحيطات وفهم المجال المغناطيسي للأرض إلى تقديم أدلة جوهرية حول آلية حركة القارات وكذلك مصدر القوى المحركة لها أيضا عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة سوف نتكلم في هذا اليوم أو في درسنا لهذا اليوم عن توسع قاع المحيط أو تحديدا في توسع قاع المحيط عن طريق أو من خلال رسم خرائط لقاع المحيط أيضا عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة لدينا هنا سؤال للتفكير ما استعمال جهاز قياس المغناطيسية الواضح معنا في الشكل في توسع قاع المحيط في البداية عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة دعونا نترق إلى الأهداف أن تلخص الأدلة التي أدت إلى اكتشاف توسع قاع المحيط أن توضح أو توضح أهمية الأنماط المغناطيسية في قاع المحيط أن توضح أو توضح عملية توسع قاع المحيط في عملية مراجعة المفردات لدينا مفردة البازلت هو صخر ناري سطحي ناعم الحبيبات لونه رمادي داكن إلى أسود في المفردات الجديدة لدينا ظهر المحيط ولدينا المغناطيسية القديمة ولدينا تساوي العمر ولدينا جهاز قياس المغناطيسية وكذلك لدينا توسع قاع المحيط والأخاديد البحرية والانقلاب المغناطيسي الفكرة الرئيسة لموضوع توسع قاع المحيط حيث أنها تتشكل القشرة المحيطية عند ظهر المحيط وتصبح بعد ذلك جزءا من قاع المحيط في عملية الربط مع الحياة عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة هل قمت أو هل قمت يوما بعد الحلقات السنوية في جزء شجرة لمعرفة عمرها كذلك يستطيع العلماء تقدير عمر قاع المحيط وذلك من خلال دراسة أنماط مشابهة لذلك في عملية رسم خرائط لقاع المحيط اعتقد معظم الناس والعديد من العلماء حتى منتصف القرن الماضي أن سطح قاع المحيطات عموما مستوية أيضا عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة كما كانت تسيطر عليهم مفاهيم خاطئة حول القشرة المحيطية بأنها لا تتغير وهي أقدم عمرا من القشرة القارية مع التقدم عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة في التقنية وتحديدا في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي أظهر أن جميع هذه الأفكار التي كانت مقبولة على نطاق واسع غير صحيحة ويعد جهاز قياس المغناطيسية إحدى التقنيات المتقدمة فقد استعمل لدراسة قاع المحيط وهو عبارة عن ماذا؟ أحسنتم وهو جهاز صغير يستعمل للكشف عن التغيرات الطفيفة في المجالات المغناطيسية حيث يوصل في خلف السفينة وذلك لتسجيل المجالات المغناطيسية وذلك لصخور قاع المحيط أيضا عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة وهناك تطور آخر أتاح للعلماء دراسة قاع المحيط بقدر كبير من التفصيل وهو تطوير طرائق السبر الصوتي ومن الأدوات المستعملة في ذلك ما يعرف بالسونار السونار عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة هو جهاز يستعمل أو يستعمل الموجات الصوتية وذلك لتحديد المسافات عن طريق قياس الزمن الذي يستغرقه هذه أو تستغرقه هذه الموجات المرسلة من السفينة إلى القاع أو إلى قاع البحر حتى ارتدادها عنه وعودتها إلى السفينة مرة أخرى أي بمعنى عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة عملية إرسال واستقبال لهذه الموجات مع حساب وقت الإرسال أو وقت الإرسال وأيضا وقت رجوع هذه الموجات مرة أخرى وقد مكنت التطورات في مجال تقنية السونار العلماء من قياس عمق المياه ثم رسم خريطة لتضاريس قاع المحيطات بعد ذلك عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة دعونا نتعرف على تقويمنا لهذا اليوم وهو التقويم الختام السؤال الأول اختر أو اختار الإجابة الصحيحة فيما يلي جهاز يستعمل للكشف عن التغيرات الطفيفة في المجالات المغناطيسية هل هو جهاز السايزموميتر هل هو جهاز الباروميتر هل هو جهاز السونار أم جهاز قياس المغناطيسية أحسنتم بارك الله فيكم الجواب الصحيح هو جهاز قياس المغناطيسية وهو جهاز يستعمل لعملية الكشف عن التغيرات الطفيفة وذلك في المجالات المغناطيسية أحسنتم بارك الله فيكم رقم 2 اختر أو اختار الإجابة الصحيحة فيما يلي جهاز يستعمل الموجات الصوتية وذلك لتحديد المسافات هل هو جهاز السايزموميتر هل هو جهاز الباروميتر هل هو جهاز السونار أم جهاز قياس المغناطيسية أحسنتم بارك الله فيكم الجواب هو السونار وهو جهاز يستعمل الموجات الصوتية وذلك لتحديد المسافات الخلاصة لدرسنا لهذا اليوم عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة تطرقنا إلى القصور أو قصور فرضية الإنجراف القاري وسبب عدم تقبلها لدى العلماء في ذلك الوقت بعد ذلك تطرقنا إلى عملية توسع قاع المحيط وتحديدا في عملية رسم خرائط قاع المحيط من خلال جهاز قياس المغناطيسية وكذلك من خلال جهاز السونار شكرا لكم أعزائي الطالبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر